بالضاحية رمونا بالحيار على جهة الضاحية بس ومحلات ثانية كانوا معانا مرتبين السفارة كل محل وكان معانا فرقة من الجيش اللبناني جدامنا ورانا السفارة ما قصرت معانا يو استقبلونا للفندق وجدامنا بطلعوا معانا ووصلونا إلى المطار وكل شي سهل والطيارة توصلت بتوقيت حسن ما تفضلوا ساعة أربع والأمور كلها طيبة ونشكر الجميع الصراحة من أعضاء السفارة إلى الكويتية إلى هذا ونتمنى لحضرة صاحب السوم إن شاء الله السلامة وهذه فرحتنا الشبيرة والله موت موت تهجموا علينا والله ما تلفوني طافت كان أوريتك يا بس ما قصروا السفارة الكويتية أبد ما قصروا معانا من الفندق على المطار ما تركوننا يعني ما قصروا الله يعينهم هذا كل اللي أقوله ديره أنا أحبه والله يعينهم والحمد لله وصلنا بالسلامة ما قصروا السفارة قاموا فينا أحسن قيام ماكوا أحسن من جديد والله شوي الأمور يعني صعبة عندهم صارت في مظاهرات وحركة كانت صعبة من الفندق إلى المطار والحمد لله السفارة يعني جهودهم جهود القائمين عليها سهلوا الأمور إن شاء الله الجيش كان معانا وفي مفرين نباصات وسيائير حق الجناب ما قصروا جدام الفندق الشوارع مسكرة كل مكان حرائج السيائير محترقة استكرم الإزبالة يقتلونه يحرقونها مسكرين كل الشوارع يعني حتى المطاعم يعني يدشها يعني ما في تلقى ما تلقى تقول أبي أكل شي ما تلقى كل شي مسكرة ما في توصيل حتى فما اعتمد الروحة حق بيروت كلش والله ماك أول ولمرحنا نيران وحرائج والحين لا الشوارع كلها شوسمة ملعينها وحارقينها مقسرن السيائير رأى المستعان والله إحنا قعدنا الصد وشفنا أول يوم أول أمس دخان شي عظيم يعني في حرائق والتالي نهاء يوم ثاني ولا نشوف هالمظهرات مظهرات شي عظيم يعني موزعة على لبنان كلها بعدين احنا قلنا لازم نطلع احنا كان المفروض باتر نوصل بس لما قالوا أن السفارة وبيطلعونها حبينا أن يجي اليوم قبل باتر ولا إن شاء الله ما فيه الوضع يعني الله كريم الله يهديهم شو تعاملت معكم السفارة الكويتية ووو السفارة ما قسر والصراحة والله أول شي نقول الفضل لله سبحانه وتعالى ثم طيبة واحتواء الناس كلهم أنا صراحة جيت من مكان بعيد من شمال لبنان إلى بيروت وكان بعد الله سبحانه وتعالى جوازي لكويتي جداً محترم لما أقول لهم أنا كويتي ومسافر وراجع ديرتي والله ما أحد يتعرض لي ساعدوني يقولوا يطلع الشارع لأن كل خطوط مسكرة